برعاية صاحب السمو الشيخ بحمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله شاهز سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام اليوم افتتاح منتدى الإعلام العربي الذي ينظمه نادي دبي للصحافة ويحتفل في هذه الدورة بمرور عشرين عاما على انطلاقه ويقام في مدينة جميرة دبي على مدار يومين بمشاركة أكثر من ثلاثة ألاف من المسؤولين الحكوميين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية ورؤساء تحريب الصحف وكبار الكتاب والمفكرين والمعنيين بقطاع الإعلام على انتداد العالم العربي ضمن الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة وأكدت سعادة مونة غانم المري رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي خلال إلقاء كلمة ترحبية ضمن الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة العشرين للمنتدى أكدت تقديرها للحضور من متحدثين ومشاركين في أعمال الدورة الحالية للمنتدى من مختلف أنحاء العالم العربي ولحرصهم على مشاركة المنتدى الاحتفال بمرور عشرين عاماً على تأسيسه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ بحمد بن راشد المكتوب مشيرة إلى أن هذه الدورة من المنتدى تعد بداية انطلاقة جديدة لإعلام عربي بمعايير عالمية وتتوصل أعمال المنتدى على مدار يومين من النقاش المتخصص ضمن عدد من الجلسات الرئيسية والنقاشية وجلسات العشرين دقيقة إضافة إلى ورشات العمل والتي سيتم من خلالها استعراض عدد كبير من الموضوعات المتعلقة بقدرة الإعلام على تقديم رسالة نافعة تعين العالم العربي على مواجهة ما يحيط به من تحديات ويعزز فرصه في المستخبل وكان نادي دبيل الصحافة الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي قد أعلن تفاصيل أجندة الدورة العشرين للحدث الإعلامي الأكبر والأهم من نوعه في المنطقة حيث جاءت الأجندة على قدر كبير من التنوع لمناقشة طيف واسع من الموضوعات الحيوية المتعلقة بشعار المنتدى هذا العام مستقبل الإعلام حيث يتناول النقاش مختلف قطاعات الإعلام من شتى الجوانب بمشاركة نخبة من المتحدثين أصحاب وصاحبات السمو والسعادة وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وحضور السمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبيل الإعلام جرى حفل توزيع جائزة الإعلام العربي في دورتها الحادية والعشرين وكرم سمو الشيخ أحمد بن حمد الراشد المكتوم رئيس مجلس ذبيل الإعلام الفائزة بجائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عمود صحفي وجائزة شخصية العام الإعلامية وسلم سمو خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية جائزة شخصية العام الإعلامية حيث تم منحه هذه الجائزة لإسهامه في إثراء البشهد الإعلامي العربي كما سلم سموه الكاتب في صحيفة الاتحاد الإماراتية الدكتور رشيد لخيون جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عمود صحفي هذا وجرى تكريم الفائزين بجوائز الفئات المتضمنة في كل من جائزة الإعلام المرئي وجائزة الإعلام الرقمي من مختلف أنحاء العالم العربي حيثنا لا عدد من الإعلاميين من مؤسسات عالمية مختلفة الجوائز تقديرا لجهودهم في الإعلام